الفول المدمس هنعمله الفول المدمس الشركاها اليوم باطرة صحية دعونا انا الاول نكون متفقين انتنا نعمل الفول المدمس في البيت عشان اللي بيتعامل في البيت بيكون صحة اكتر من الي بنشتريه من برا ووكمان مش معنا اننا بنعمله في البيت اننا بنوفر لا لس ALITE الي بت делает رواب بالقieltة بيتكلف اكتر من الي بتعمل برا لأن البنشتريم من بره يعتبر مش صحي خالص لأنهم بيسووه بطريقة غير صحية وكمان بيضيفوا عليه مواد غير صحية والمواد دي ممكن تأذي الكبد وكمان ممكن تعمل فشل كلوي عشان كده لازم نعمل الفول المدمس دايما في البيت ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة اما نجيب الفول بنققيه كويس ونشيل الحبات البيضة فيه او المشتليمة بعد كده ننقعه في المياه لمدة 12 ساعة ثاني يوم بعد 12 ساعة بنغسله كويس من المياه دي ونصفيه ونحط عليه مياه نظيفه بعد كده بنحطه على النار والنار بتكون عالية في الاول ولازم المياه تكون مغطيه الفول بعد كده بنضيف عليه لمونتين كل لمونة مقطعة نصفين وثلاث جزارات مقطعين دواير بالشكل ده وكمان 8 كيلو من العدس الأصفر المغصول والمتصفي وده لكيلو فول وفايدة اللمون ان بخلي الفول ما يسودش وكمان العدس والجزر بتديه اللون الجميل بتاعه وكمان هنضيف ليه اربع او خمس فصوص توم بس ما يغلي الاول عشان نكهة التوم ما تروحش لاننا بعد كده بنشيل الريمي اللي علوش بس ما الفول يغلي الاول هنسيب الفول على نار عالية لحد ما يغلي بعد كده هنلاقيه بيكون على سطحه ريم الريم ده لازم نشيله كله والريم ده يعتبر من السميات الموجودة في الفول يبقى جزء شلناه مع الميا اللي نقعناه فيها والجزء التاني شلناه من على الوش اثناء غلي الفول بعد كده هنقملاح حلة مية حلة تانية وتكون كبيرة بحيس تغطي الحلة دي ونحطها فوق الحلة دي ونستنى ما الفول يغلي بعد كده نوطي النار خالص يعني يا دوب الفول يغلي بنوطي النار خالص لأقل درجة موجودة عندنا في البتجاز بتاعنا بعد كده نغطي الحلة اللي فوق دي الحلة اللي تحت متغطيها بالحلة دي والحلة دي نغطيها بالغطاء وفايدة الميا اللي في الحلة اللي فوق انما الميا اللي على الفول تنقص شوية بنزود عليه من الميا الموجودة في الحلة اللي فوق لأن الفول ما ينفعش يتزود بميا بردة لازم يتزود بميا مغلية أو سخنة عشان ما يسودش بعد ذلك نسيب الفول براحته خالص على نار واطية جدا وكل شوية نبص عليه نشوفه لو المية قلت نزود المية بتاعته وما نسيبش المية بتاعته تقل خالص لان كده هيسود مننا وما يبقاش كويس شايفين يا دوب بس المية تقل وتكون كده المية لسه مغطيه مع كده هزوده برضو من المية السخنة في الحلة التانية في نص السوى هزود التوم معايا خمس فصوص او اربع فصوص كبار توم والتوم يكون صحيح هزوده على الفول وهزود كمان شوية مية بعد كده هقلب الفول تقليبه كده بالمعلقة واغطيه تاني بالحلة بتاعت المية السخنة وهكذا لحد ما الفول يتدمس ويكون طري جدا كده الفول خلص شايفين لونه حلو جدا ازاي المية دي تقيلة شوية بس هي مش باينة في الكاميرا ولونه جميل جدا مغمقش مني خالص بعد كده هطف النار واخد منه لو هعمل منه دلوقتي ولو مش هستخدمه دلوقتي اسيب ويبرد تماما بعد كده اقسمه وعبيه في كياس تلاجة او فعله بتلاجة ودخله الفريزر على طول جربوا الفول بالطريقة اللي انا عملتوا بيها هتعجبكم الطريقة جدا وكمان طعمه مميز وجميل جدا والفول بعد ما اتطلعوه من الفريزر ممكن تحطوه على النار مع شوية مية صغيرين يفق على النار وممكن تسيبوه يفق الاول بعد كده تعملوه بالطريقة اللي تحبوها والفول ليه كذا طريقة ممكن تعملوه بالزيت الحار والطحينة وممكن كمان بالزيت العادي وطبعا بتحصره عليه لمون وممكن كمان بالطماطم المسبكة مع الخضرة وممكن كمان بالطماطم المسبكة بدون خضرة وممكن كمان بالزبدة بيكون طعمه جميل جدا هعمل لكم ان شاء الله كذا وصفة للفول اتمنى تعجبكم واتمنى تشوفوها وبالهنة والشفا مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته